اهلا بكم في فيديو جديد وكل ما تشوف فيديو ليا هتقول لي هل من المزيد وانا عشان بحبك هقولك اكيد فيلمنا النهاردة بيتكلم عن ساحر اسمه جريجوري بيحبس وحش وسط الجبال ويسيبه ويمشي وبتمر سنين طويلة والوحش بيتحرر من سجنه وبيضرب جرس انصار الكنيسة بوجود وحش ويروح المساعد بتاعه ويدور عليه وبيقوله ان الكنيسة فيها بنت عندها عشر سنين وعندها اصابة بانها بتتحول لوحش وبعد لما بيعمل خناها في البار بياخده ويروحه وبيدخل جريجوري والمساعد للبنت اللي مربوطة بسلسلة ويقرب لها علشان يكلمها وبيلاقي البنت بتقوله انت فاكر لما حبستني في الحفرة كنت مفكر ان انا مش عارف اخرج فبيعبي بودرة فضة في كيس وبيعلقه على رقابتها فبيخرج منها حاجة زي دخان سويد ويتجسد في واحدة ست اللي كان سجنها زمان وبيأمر المساعد بتاعه انه هم يضرب الفخ اللي هم عملوه بس هي بتتفادق جرس قبل ما ينزل عليها وبتتحول لتنين ضخم وطير وبيضرب عليها الفضة وبعدها الشبكة علشان يكتفها وهي بتقاوم وبطير وبتخرج برا الكنيسة وهو بيشدها لتحت وبيقدروا يمسكوها سوى وبسبب الفضة بيعرفوا يسيطروا عليها وهم بيحطوها في القفص شدة المساعد معها ومسكته وما رديلتش تسيبه وبتغرس دلها في رقابة المساعد وجريجوري ما بيلاقيش حل قدامه غير انه هو يولع في الاتنين بس هي بترجع تتحول لتنين تاني وتكسر القفص وتهرب من وسط النار والمساعد بيموت هو بيقف يصرخ ويقول انه هو مش هيسيبها وبييجي شاب بيأكل الخنازير وبتتكرر معها الحل اللي بيجيله انه هو يتقلم ويشوف كابوس وهو صاحي في الوقت اللي كان جريجوري بيدور على مساعد جديد ليه بدل اللي مات وبيوصل لمامته وبيقول لها انه محتاج ابنها مساعد ليه لانه متوفر فيه كل الشروط وابن ساحرة وبيدي لهم مكان ابنهم فلوس كتير والوقت بيلاقيه هو اللي في كوابيسه فبيقرر يبقى المساعد السابع ليه ومامته بتودعه بتقوله ياخد باله من نفسه وبتديره السلسلة بتاعتها وبتقوله انه هو يفضل لبسها وما يقلعهاش خالص وبياخده القارب ويمشه وفي وسط الجبال الجليدية بتوصل ملكين لما كان عايشة فيه اختها وبتلاقيها لابسة ماسك لان جريجوري شوه وشها وما يرفتش تاخد بطارها منه والأخت الكبيرة علشان اقوى منها بترجع لها شكلها تاني وبتخل القصر بتاعهم اللي مليهن اشباح وبكوة السحر مكلين بترجعه جديد تاني وبنروح لجريجوري اللي بياخدوا المساعد بتاعه ويروحوا السوق وبيبعت المساعد بتاعه للمكان بس بيقابل ناس كتير قبضين على بنت لانها بنت صحيرة وعايزين يقتلوها ولما بيشوفها بيفتكر ان هي كمان بتظهر في كوابيسه فبيتدخل ويقول لهم انه هو شغال مع جريجوري فبيسوبهاله بس هي بتعرف تضحك عليه وتهرب منه ولما بترجع البنت للقصر بتاعهم بتلاقيه تجدد وبتشوف وش امها تصلح وبتتعرف على خالتها اللي بتشم ريحتها وتعرف ان هي من اب بشري وبتقول لها من الامر الدمه ويقرب يكتمل ولازم يستدعوا باقي المملكة والجيش بتاعها وبيوصل جريجوري والمساعد الجديد بتاعه للغابة بالليل اللي كانت مليانة اشباح المساعد خايف منهم فبيقولوا ما تخافشوا دول الطيبين وهما ماشيين بيقولوا احنا شغالان ان احنا نحارب الاشباح والصحرة وفيه اشباح ضرة وفيه اشباح مش ضرة وان احنا يابن قتلهم يابن سجنهم وبيعرفوا ان اللي قابله مالكين قتلته وان احنا هنروح المخبأ بتاعها ونقتلها وهو بيكلمه وبيدخل في الحال اللي بيجيله وبيشوف مالكين ولما بيفوق بيقول لجريجوري على اللي هو بيشوفه بس بيلاقي معهم كأن ضخم ومخيف وبيعرفهم على بعض وبيقولوا ان هو بيشتغل معاه وبيوصلوا لبيت بتاع جريجوري اللي المساعد بيلاقيه بيت غريب جدا وبيقولوا لازم نلحق مالكين قبل امر الدم وما فيش وقت ضيعة والمساعد نايم بيصحى على صوت بيقول ساعدني فبيقوم يشوف في ايه ويمشي ورا مصدر الصوت ده لغاية لما بيوصل لباب ورات مثال حديد كبير للشخص بلبس حرب وبيفتح الوش بيلاقي وراجم جمع واول لما بيديله ظهره بيلاقي عين حمرت وبيتحرك فبيجي ويهفل الباب وراه فبيلاقي بيكسر الباب وبيحاول ورد ان هو يهرب منه بس الوحش بيحدفه بالرمح لغاية لما طلع له فوق وابتدى يهجم عليه ويدمر كل حاجة وبيمسكه كان هيقتله بس جريجوري اللحقه وهجم عن وحش وقتله وبيزعله ويقول له انا قلتلك تفضل في قطة وده كان اول اختبار ديك وانت فشلت فيه ودلوقتي ايه وقت الاختبار التاني اللي هو القتال وبيقول له ان انت الابن السابع يعني المفروض تكون اقوى سبع مرات من الشخص العادي وبيكمل الاختبار بس ورده بيفشل برضو وبيقول له ان هو يعلمه فبياخده ويوري له شوية كتب على الناس اللي هو هيحربوهم وبيعلمه التنشين ويدي له شوية حاجات هيحتاجها في الشوار وبيقول له ان مكلين هي الملكة بتاعت الوحش اللي شافهم في الكتب فبيعرفه ان هو شافها في الكويبس بتاعته فبيقول له دي سبها لي انا وبيروح لملكين واحد من اتباعها علشان اللي عمله في رجالته وبيبعته البنت تتجسس على المساعد فبيتكلمه وتقول له ان هي ساحرة وبتقول له ان مش كل الصحراء اشرار بس فجأة بتسيبه وتمشي ولما بيطلع الصبح بيجهزوا نفسهم علشان يمشوا بس فجأة بيسمعوا صوت جرز وبيجي لهم الناس محتاجين مساعدتهم وبيروح معهم علشان يساعدوهم ولما بيوصلوا الكاهن بيقول لهم ان فيه وحش عمرهم ما شافوا زيه وجريجري بياخد منهم فلوس ويدخل علشان يقتله ويلاقي دوب بني ضخم ومحبوص في افص فبيخلي كل الجنود تمشي والدوب كان عمال يكسر في الافص علشان يخرج وفعلا بينجح ان هو يكسره وبيخرج وحجمه بيبقى ضخم اكتر وبيجي يهجم عليه فجريجري بيدربه بالفضة فبيصغر ويرجع لشكل بني ادم تاني وينط الوحش ويطلع لمكان عالي فبيجهزوا الافص اللي بيقع بيه على الارض ولما جريجري بيحاول يمسكه بيرجع يتحول لدوب ضخم تاني وفي الاخر خالص بيكوبوا عليه جاز ويولعوا فيه وبيوصل لملكين فهد اسود يقابلها وبتطلع واحدة من اتباعها وبيوصل معها ملك السيوف السبعة والسحر الشجاع وجريجري بيصرح المساعد بتاعه ويقول له ان زمان كان بيحب ساحرة اللي هي ملكين ولما عرفت ان هو متجوز قتلت مراته وجات له الفرصة ان هو يقتلها بس هو مرضيش وحبسها في قفز تحت الارض وملكين بتقول له اختها اقتلي المساعد عادي بس انا عايزة جريجري حي واختها بتتحول لتنين واتطير علشان تنفذ الامر في الوقت اللي جريجري في طريقه ليهم والارض بتشقق من تحت العربية ويطلع لهم وحش ضخم جدا وبيفضل اجري يراهم ويخبط في الاشجار لغاية لما الوحش اللي معاهم بيقف اصاده فبيخبطوا ويطياروا بعيد وهم بيحاولوا ويدخلوا مكان دايق علشان ما يعرفش يوصل لهم وبيلاقوا نفسهم اتزنقوا في نهاية الجبل والوحش بيميد نيده علشان يمسكهم فبينطوا في البحر جنب مركب صياد على اساس ان هو مش هيعرف ينطوا عراهم بس بيتفاجئوا ان الوحش هو كمان بينطوا عراهم ويقلبهم في المية والوحش مسك المساعد وغطس بيه وكان هيقتله بس بيغل السكينة في ايده ويفك نفسه منه وبيطلع فوق راسه ويطعنوا بالسكينة وبيلاقوا نفسهم معين من شلال والوحش بيخبط في صخرة وبيموت بس بعد كل ده وقبل ما يرتاح بيلاقى اخت ملكين في وشه ومسكة سيف بيتيجي تقتله السيف بيلمس الحجر اللي في السلسلة فبتتساك وبياخد منها السيف بس بتقوله ان ده حجر اختها الملكة وتسيبه وطير علشان تروح تقول لها ويروح هو لجريجري يسأله عن الحجر فبيقوله ان بتاع ملكين وبيديها قوة كبيرة بس فيه ساحرة تانية سريته منها وانا قدرت تأسجنها علشان الحجر ده مكانش معاها وهنا بيعرف ورد ان امه كانت ساحرة وبتروح ملكين واتباعها طيرين ويروحوا القرية ويهجموا على الناس وبيتحول اول واحد فيهم لوحش ضخم وبينزل ملك السيوف ويقتل في الناس والنمر كان بينقض على كل اللي بيقابله والوحش الضخم وبيدمر كل حاجة لغاية لما بيروح للكاهن وياكله وام ورد وابوه بيحاولوا يهربوا بس الساحر بيحاول يلحقهم بس الام بترجع له وتقتله بسحرها وبيسمعوا صوته ويعرفوا ان فيه ساحرة بتدفع عن القرية فبتروح لها ملكين واختها وتمسكها ملكين وتقتلها وبيدمروا القرية كلها في الوقت اللي جريجري كان اللي معاه بيقوله ان فيه حاجة غلط فبياخده ويروح يشوفه في ايه في الوقت اللي البنت كانت وصلت في الورد بس جريجري بيرجع ويمسكها وبيقوله ان هو يروح يجيب حطب علشان يحرقوها بس المساعد بيدفع عنها وبيفكها ويحررها بس هي بتسرق منه الحجر وهي بتهرق وبيحاول يلحقها بس بيقابلوا اتباع ملكين وبيهجموا عليه وجريجري بيدخل هو اللي معاه علشان ما يموتش وبيحاولوا يهربوا منهم بس بيلاقوا نفسهم في نهاية الجبل الصخري وبيهجموا عليهم ويوقعوا الكائن تحت ويتعلقوا في الصخرة ويشدوا ورض يوقعوا لتحت وبيمسكوا جريجري ويحطوه في شبكة ويغدوه وبعد فترة بيفوق المساعد ويلاقي كان اللي شغال معهم ويأخذوا ويكملوا في الوقت اللي جريجري كان مؤدينه الملكين بتطلب منه انه ينضم ليهم فبتخطف البنت السلسلة وتجري فتمسك جريجري وترميه وتروحوا ورا البنت علشان تقتلها فبتلحقها اختها علشان ما تقتلش بنتها وبيخبطوا في الصخور ويكسروها وواحد يقع على السلسلة وبيهجم على جريجري الراجل اللي بتحاوله صحلية ضخمة وبيوصل ورد للبنت وبيسألها على الحجر وبيشوفهم جندي فبيقتلوا والباقي بيحس بيهم وبيهجم عليهم صاحب جريجري ويقتلوهم وقبل ما تهجم ملكين على البنت وامها بتلحقها وتبعدها عنها والنمر اللي اسود بيهجم على ورد لكنه لقى السلسلة والبسها بسرعة ولقى العصائب يطلع منها سحر وضرب بيها النمر وهو بيهجم عليه وحرقه والبنت كان بتحاول تقاتل معاهم بس ملك السيوف كان هيقتلها وورد بيلحقها وجريجري اخيرا قتل الراجل السحلية وحرقه وملكين واختها بيتخلقوا مع بعض في السماء طعنوا وعدوا في بعض الغاية مويعوا هما الاثنين على الأرض مصابين وملكين بتكمل على اختها وتقتلها وتحرقها وتدخل جوه القصر وتقفل الباب وجريجري بيروح وراها لوحده وكانت لسه هتقتله بس المساعد بيلحقه ويحدفها بالسكنة من بعيده وينقذه وبعد كده بيولع فيها ويخرجوا الاربعة من القصر وورد بياخد الختم ان بقى قاتل سحرات والابن السابع وفي نهاية فيلمنا هنكون مبسوطين باشتراكك هنا وطبعا لازم تفعل الجرس لانك خلاص بقت واحد مننا